اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان مباراة ريال مادريد ومانشستر سيتي النارية في دوري ابطال اوروبا دور الربع النهائي ريال مادريد يفتتح التسجيل بالهدف الاول عن طريق رودريجو فينيسيو جونيور من الجبهة اليمنى كرة عرضية ارضية رائعة لرودريجو رودريجو يسددها ويتصدى لها حارس مرمى الستي ينجح في صد الكرة ولكن لحسن حصف رودريجو الكرة ترجع اليه مرة اخرى ومتابعة جيدة ويسجلها باقتدار هذه المرة على يمين حارس مرمى منشستر سيتي اللقاء الاول انتهى بسلاسة اهداف مقابل سلاسة اهداف لا احد يعرف من سيفوز فريقان كبيران نهائي مبكر في دوري ابطال اوروبا تابعونا لمعرفة من سيفوز في هذه المباراة النارية فينيسيو جونيور ورودريجو الثنائي الرائع في ريال مدريد